طيب خلي أنتقل برضه لذة مالك فيه طول الأفريقية مقدر بشكل كويس وسبع نقط برضه الزمالك في الدوري غير الزمالك في طول الأفريق الزمالك في الدوري كان فيه مشاكل في مستحقات لعبيين فيه أزمات الإدارة احييها الإدارة كانت صريحة مع اللعيبة قالت فيه أزمة اللي عايدز يقعد أهلاً وسهلاً اللي مش عايدز يقعد يتفضل الزمالك في أفريقيا ماشي كويس جداً الزمالك خلاص فاضله وهو تاني مجموعة مازينبي عشر نقاط الزمالك سبع نقاط الزمالك فضله موجهتين خلاص الزمالك محتاج نقطة واحدة ويصعد مع مازينبي عنده مباراة مازينبي دي سهل انا شايف ان هي سهلة المباراة التانية الاخيرة برضو انا شايف ان الزمالك فرص عوده للدور التاني في افريقيا اسهل من الاهل بكتير اسهل بكتير طب بمناسبة مشاكل في النادي الزمالك برضو مخرج انه ده مسهل انا سيد محمد طلعت دارة حتطلق على طول طريق حامد على الصور وحيطلق فرجاني ساسي على طول النادي اعداد مشاكل فعلا هو كان في مشاكل طريق حامد كان محتاج تعدل عقده كان جاله اكتر من عرض الزمالك كالرفض طريق حامد انت عارف من اللعبة من افضل اللعبة اللي جات في تاريخ مصر وفي تاريخ الزمالك على الاخص وفي تاريخ مصر طريق حامد لعب كويس اي مدير فني يا تمنيه جاله عرود الزمالك كان رفض اللي هو يطلقه في ظل غياب محمود عبدالعزيز تعرف محمود عبدالعزيز بره عشان اصابه بدبارباط الصليبي فالزمالك ما بقاش عنده قال له موجود فرجاني موجود محمد حسن لعدم خبرات محمد حسن ما بيديش لما لعب اكتر من مرة برضو عشان ما نكونش قصين عليه برضو ما كانش يقدم المستوى المخلوق ما خدش الفرصة الكاملة طارق حامد كان عنده عروض زي ما قلت حدك والزمالك كان رفض طارق حامد كان له 10 مليون قديمة الساعات اللي فاتت برضو عشان الساعات اللي فاتت الزمالك خلص الأزمة داله 2 مليون وعدوا بجدولة بقى المستحاد خيال اللو كل ما خازنا تخدش فيها فلوس هنديك جزء من يعني اتحلت مشكلة طارق حامد فرجاني ساسي فرجاني ساسي ده لغز محير فرجاني ساسي او انتعرف كانت صفقة فرجاني ساسي الموسم اللي فات كانت ممولة من الخارج كانت ممولة احد المسشارة تركي كان بيمور صفقة الزمالك بعد مشكلة تركيشيخ ما بقاتش دعم الزمالك خلاص بقت في أزمة فرجاني ساسي اتتعاقد مع الزمالك 3 سنين ونصف صفقة وصلت 100 مليون جنيه مصري مكلفة جدا مكلفة جدا هتخلف على خسينة الزمالك فرجاني ساسي كان عايز يمشي ما كانش عنده عروض رسمية عقسة ما الناس كلها قالت كان عرض الشباب السعودي ما اكلموش كان عرض اهل جده كان عن طريق احد الوسطاء لما خد اجازة لما خد انظار في الدورة وسافر اللي هو يرجع تاني ولما الناس قالت اللي هو ممكن ما يرجعش فعلا لو هو عمل فولو الكون تأهل جده هيرجع مش يرجع لا الرجل رجع الرجل حتى الآن فرجاني ساسي الزمالك وعده ياخد مستحقاته مستمرة بشكل مستمر هو عايز يقعد لغاية ما أنا بكلم حيث تقلقته هو عايز يقعد لهاية الموسم عايز ياخد بطولة افريكا مع الزمالك وبعد كده لما ياخد بطولة افريكا مع الزمالك هيجوله عروض افضل فهو يفكر في الرحيط إذن فرجاني مكمل ومشاكل